السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة قبل مباراة الاهلي واسموحة نصف نائي كاس مصر بحوالي 20 ساعة يعني النادي الاهلي امام مواجهة قوية جدا امام دفاعات كابتن طاري العشري عنينا في الدور العام مرسل القولر طلع عانة في الدور العام وقال مباراة زي دي المفترض تستغل فيها انصاف الفرص مقدرش تستغل فيها انصاف الفرص وفقدت نقطتين بالتأكيد المفترض ان انت لعبت امام منافس نفس الخصم نفس الموديل الفني اكيد نفس الات وفلسفة وطريقة اللعب فالمفترض تكون اوجد تحلول لمثل هذه الطريقة ان شاء الله ان النادي يكون قادر على انه يتخطى سموحة ويحط قدمه في المباراة النهائية اللي تحدد طرفها الاول وهو نادي برامز بعد الفوز رجم ام في نادي الزمالك والاخطاء التحكمية اقول لكم ليه الاخطاء التحكمية برقلات الترجيح وصعد للمباراة النهائية ناس كتير وانا بتكلم وبشوف برامز بيفوز بستشهر ان احنا في حالة فوزنا ان شاء الله لا سموحة هنقابل منافس قوي جدا في المباراة النهائية من وجهة نظري اقوى من مواجهة نادي الزمالك هتقول لي بس الزمالك مباراة ديربي ومباراة جمهورية اقول لك الزمالك هيكون عليه ضغوط لما يجي وجهك وانت كمان عليك ضغوط لان ده له جماهير وده له جماهير فريق برامز هيكون عنده كل الدوافع انه هو هيحق اول بطولة على حسابك انت ده نادي انشئ خصيصا عشان خطرك انت كنادي اهلي وبالتالي هيكون عندهم دوافع قوية جدا 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 انهم يقدموا اقصى اقصى ما عندهم فبالتالي ان شاء الله بس نقبر سموحة ويبقى للمباراة النهائية دي حديث طويل جدا وتركيز كبير جدا ودعم جماهيري يكون كبير جدا وحضور ايضا جماهيري يقدر يعني يرجح كافة النادي الاهلي ان شاء الله بس نعدي مباراة سموحة برامز النهاردة كان اترد منه علي جابره الحقيقة انا كنت شاكك في اللقطة اللي ما بين سيف الدين الجزيري اتصلت قبل مصور الحلقة بالخابرنا التحكيمي الكابتن محمد صلاح عبدالفتاح قال لي اللاعب اللي ارتكب ضده المخالفة من علي جابره وهو سيف الجزيري قبل ما علي جابر يرتكب معه مخالفة ارتكب مخالفة مع احمد سامي لان الدفع كان في صدر احمد سامي مش كتف في كتف والمفترض ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو كان يستدعي البنة يشوف في القرى تاني ولكن ميدو سلامة اخطأ في عدم استدعاء البنة الحقيقة ميدو سلامة انا قناعاتي الشخصية ان هو اما حكم له اهواء او انه اصلا لا يصلح للتحكيم من وجهة نظري اخطأه كتير جدا سواء حكم ساحة او حكم تقنية فيديو ما عندوش قرار في ماتش البنك الاهلي كان واضح جدا هو بيشوف اي من اشرف بيسجل هدف وبيفتح دي الاتنين ان ما فيش حاجة لما استدعى عمر الشناوي رجع الغى الهدف اللي هو بنفسه شايفه على ارض الملعب فنفس الكلام عامله في مبارات البنك الاهلي ولكن مع عمين عمر في تدخل مش فيما ينحلو فتخيل الحكم ده في ماتش الاهلي والبنك الاهلي مع عمين عمر تدخل في كرة ملخص حق التدخل ومع الزمالك وبرامدز لم يتدخل والغريب ان النادي بيرامدز مصر ان هو يكون جاي بتحكيم اجنابي لمبارات الاهلي وبيجيب تحكيم مصري لمبارات نادي الزمالك اللي بيحصل فيها يعني بعض الاخصاء التحكيمية ضد نادي بيرامدز لكن هو حر في النهاية نادي بيرامدز صعد ولكن صعد بخسائر اولا علي جابرم هيغيب المبارات النهاية ثانيا ايضا مصطفى فاتح هيغيب المبارات النهاية ثالثا وده الاهم الشرخ اللي حاصل ما بين الاجهزة الفنية وعبدالله جمعة يعني مع تكيس جونياس كان المشكلة وسط الحد بعيد ان عبدالله جمعة وقع لنادي الزمالك وكان هينتقل لنادي الزمالك فلما تيجي مع باتشيكو اللي هو المدير الفني الفريق بيرامدز ويتحصل ان لعب من خط الظهر يضطرت فعشان انزل لعب او منزله على حساب عبدالله السعيد دي بالنسبة لعبدالله السعيد كبيرة انا يتعامل معايا كده اه يا عبدالله اتعامل معاك كده من تكيس بيتعامل معاك كده من باتشيكو الامر اللي كان خلى عبدالله السعيد يلم يعني شنطته وكان هيمشي بين الشوتين لولا ان هو لا تصوير بس مباشر من الصحفيين عند عربية عبدالله السعيد فتراجع عبدالله السعيد امتى مشي بقى انا مش عارف كان من وراء لا لكن كان هو بالفعل خارج ما بين شوطي المباراة قلت لكم من فترة ايام تكيس انشار العسل ما بين عبدالله السعيد ونادي بيرامدز انتهى انتهى بمعنى انتهى واصبح الان عبدالله السعيد مش هو الفتى المدلل عند نادي بيرامدز ربما رمضان صبحي ما زال الفتى المدلل لكن الحقيقة رمضان في صبحي بيقدم مرضوط فني قوي جدا بيقدم مباريات حماسية ومباريات فنية نهاردة بيسجل رفل الترجيح واضح جدا يعني مدى الجرينتة اللي موجودة عنده بالتأكيد رمضان اكتر واحد في فريق برمز محتاج ان هو يحق بطولة لكن ان شاء الله تكون البطولة دي من نصيب النادي الاهلي الحقيقة احمد سيديزو غريب غريب جدا في المتشوات العادية بيسجل رفلات جزاء في رفلات الترجيح مش موجود يعني بيضايع امام السنغال وبيضايع في المقراط اللي كانت في السنغال اللي هتنصعد بها الكهاز عالم بيحطها بره خالص بيضايع فرات كتير حاسمة لنادي الزمالك والنهاردة جاي بيضايع الرقلة الاولى اللي تعمل معها الحقيقة احمد الشناوي بمرونة عالية جدا خلاص يعني هو كان راح الزاوية لكن قدر ان هو يرجع بسرعة برجله وتصدى لرقلة الجزاء والحقيقة برغم كفاءة عواد في التصدي لرقلات الجزاء لكن في وجود تقنية الفيديو وفي وجود كمان لعيبة عندها القدرة لانها تسدد رقلات ترجيح بشكل كويس جدا قدر نادي برمج تسجل الاربع رقلات اللي هو لعبهم لان الشكبالة ضيع الرقلة الخامسة والحقيقة كان ناس كتيرة جدا متوقع ان الشكبالة هيضيع الرقلة الاخيرة وسبحان الله اللي بيضيع رقلة الترجيح الاولى زيزو واللي بيضيع رقلة الترجيح الاخيرة شيكبالة الاتنين اللي كانوا مشهورين بفكرة انهم تشجروا مع بعض باللكمات فالحقيقة هم حاليا يعني هيتعرضوا لللكمات شديدة جدا بعد ضياع يعني فرص الزمالك في التأهل للمبرارة النهائية امام برقم نرجع للمبرارات الاهل وسموحة بس ابن نروح للمبرارات الاهل الاسموحة اللقطة بتاعة البنة انت المفترض حكم رقم واحد ما ينفعش يكون فيه قرارات عليها شائبة بس عشان دايما بحب اواجه رسالة دي للكابتن محمود البنة الحكم المفترض المصنف رقم واحد بنلاحظ اقطاء كتير في مباريات كتيرة جدا ويكون معنا الخبير تحكيم محمد صراحة فتح في حلقات بعد موتش الاهل ان شاء الله بنتكلم عن الاخصاء التحكمية في مبارات الاهل وسموحة وزا ملك وبرامد لان فيه لقطات تانية برضو عليها يعني النقاط كده لها سلبيات عند البنة نروح بقى لمبارات الاهل وسموحة اللي اهم ما فيها طبعا ان انت بتلاعب فريق قوي جدا فريق تعديل التمعافي الدوري لكن ايضا هي المباراة الاولى للوجود كهربا في القيمة بتاعة النادي الاهلي مسموح لكهربا المشاركة يعني انا حابب جدا ان انت ان شاء الله باذن الله مع حسمك المباراة وانك تسجل اهداف ويكون فيه فارق اهداف حتى لدقائك الاخيرة من المباراة يكون كهربا تغييرها تنزل تاخد اجواء المجراء وتعود للملايا بمرة اخرى ربما تدي له دوافع هو بقى يبني عليها ان هو يرجع لمستوى كهربا اللي احنا نعرفه مش على السوشيال ميديا لكن على ارض الملعب كهربا بتاع السنة اللي كان فيها متقلق مع الزمالك اه في بطولة الكنفدرالية كهربا بتاع اتحاد جدة مش كهربا النسخة اللي مرضوده على السوشيال ميديا اعلى من مرضوده على ارض الملعب تمنى ايضا نشوف كريستو غدا ان شاء الله ان شاء الله يكون مباراة موفق فيها النادي الاهلي مباراة صعبة جمع مش عايزين نستسل المباراة النهاردة في اتحاد القرى اتحاد القرى وربط الاندية طلعوا بيان كان فيه اجتماع مع كلاتنبرج ربط الاندية عرضت الاخطاء التحكمية اللي بتشكوا منها الاندية على كلاتنبرج كلاتنبرج رد عليهم وتناقش معهم ولكن توصلوا في النهاية ان فيه الاجتماع ده يكون اجتماع دوري كل شهر هيتم معرض شكوى الاندية على كلاتنبرج وان كلاتنبرج المفترض يقدم مستوى متميز مع التحكم ويكون فيه جلسات ويعني محاكاة مع الحكام بشكل اكتر فيه الالعاب اللي بيحصل عليها جدل فيه الدوري او في الكاس عشان يكون فيه تعلم واضح وصريح وتطوير فيه مستوى الحكام وكلاتنبرج يعني زي ما قلت لكم متحمس جدا للحكام اللي ما خدوش فرص كبيرة بشكل كافي هو عنده مشكلة مع الحكام اللي خدت فرص كتير جدا وما زالت كانت الاخطاء تشعر انها موجهة يمكن قلت لكم الصبح في فيديو الصبح نواه هيوقف محمد معروف ومحمد الحنفي عنده مشاكل مع الحكام اللي اخطاقها كتير برغم يعني مباراتها الكتير اللي خدتها في الدور المنتاز وبيحاول يطلع يعني حكام ما اخدوش فرص لكن شيء ايجابي جدا ان يكون فيه ميتنج النهاردة او اجتماع النهاردة وده هيتكرر كل شهر لان يهمنا جدا 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 مستوى التحكيم اه يرتفع اخيرا مبروك لفريق كرة اليد يعني ما اتكلمتش عن فوزه على كرواتيا وفوزه على المغرب اه وفوز حارس مرمى منتخب مصر حميد بيه انه اقصى اه نسبة تصدي في مرات المغرب اربعة وخمسين في المئة من التصديات يعني ده رقم كبير جدا تقريبا يعني ستاشر تصدي من تمانية وعشرين كرة اتلعبت عليه فاداشي ايجابي جدا يعني منتخب مصر دايما وابدا كده في كرة اليد هو المنتخب اللي بيشعرك ان انت عندك لعبين على مستوى العالمية دون اي اه يعني هزت ثقة في القصة دي وانت بتولق عندنا لعبين بالفعل عالميين جدا حتى لو بيلعبوا في الدوري المصري لكرة اليد كل التوفيق لمنتخب مصر في كرة اليد وكل التوفيق النادي اللي قالي فيه مبارات الغد ان شاء الله امام سموه هنشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام